اشتركوا في القناة مساءكم سعيد سيدة أنيسة سادتي مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الجديد من برنامجكم لقاء خاص على كشبخيس.com وحيكم أنا مصطفى غلمان ورفقة زميلي محمد أمين بدوي في الإخراج التقني سيدة أنيسة سادتي في نهاية مارس وبالضبط في الثالث والعشرين منه وإلى غاية التاسع والعشرين سيكون لقاء كبير على مستوى دول أفريقي وعربي وينظمه المغرب بإشراف مباشر من المنتدى الأفريقي العربي الأول لابتكاري والاستثمار في مجالة الصحة والبيئة رئيس هذا المنتدى هو البروفيسور خالد شلي الذي يشرفنا أن يكون بين ظهرانينا اليوم لأتسأل حول كل هذه الإمكانات التي سترصد لهذا المنتدى وعند وافعه واستثماره لمجالة متعددة مرحبا بك الأستاذ الكريم مرحبا سيد مستفى دول مرحبا وسعطيب وتنشكرك جزيلا شكرا على الدعوة مبارك الله قد تضح صحة راهة خمسة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين ماي ماي شهر ماي الفين وثنين وعشرين إن شاء الله وتحدد أن إن شاء الله الملتقى سوف يكون بكلية الطب والصيدلة بمرتوش إذن اللجنة المنظمة تأت أن إن شاء الله الملتقى سوف يكون بشهر ماي إذن كين تعديل؟ لما شيء تعديل لا ديما شهر ماي لا شهر ماي خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين ماي الفين وثنين وعشرين بكلية الطب والصيدلة بمرتوش إن شاء الله طيب المنتدى يقارب مواضيع كثيرة ولكن قبل الولوج إليها بإمكاننا أن نتعرف عن لماذا الآن هذا المنتدى وما هي أهم الأهداف دياله أعتقد أن التدعيات ديال الأزمة الصحية اللي عشنا مدة سنتين نعم لربما من فضائلها قد أقول ولو أنه بطبع المساوئ ديالها وكل عكاسات ديالها لا الصحية ولا السوسيو اقتصادية كانت جد صعبة سواء على مستوى البلد ديالنا أو على مستوى العالم ككل حين أقول فضائلها على مستوى لربما الفكري لربما كانت فرصة أننا نتعمقوا في عدد القضايا الأساسية لربما نسيناها حتى قد أقول أننا نسينا رأسنا نعم واحد المتاهات حياتية عامة لمن خلال هذه الأزمات لربما العميقة جدا اللي شخصيا تنتمنى أنه ترجعنا لواحد العدد ديال الأمور جوهرية جدا تسائلنا في حياتنا الشخصية نعم في حياتنا الاجتماعية ككل في واحد المجموعة ديالتوجهات عامة للبلد للعالم إلى غير ذلك بالطبع تدائية الأزمة الصحية كانت فرصة كبيرة وتلاحظوا أنه على مستوى لابن نقول الإنتاج الفكري وهذا لاحظوا على مستوى فقط مثلا كلية الطب كان بصراحة واحد الإنتاج لابن نقول واحد التواصل على مستوى كيف ندبر هذا الفطراء إلى غير ذلك وهذا كان هائل جدا بمعنى هذا أنه الإنسان لربما بطابعته وقد أقول أن الإنسان المغربي أيضا هناك واحد القوة واحد القوة اللي بعد النبوة تتكون خامدة ولكن أزمات بحال هذه لربما تتبين ما هي القوة للفرضية ولا الجماعية ديال واحد المجتمع أعتقد أنه بصراحة وهذه ماشي مجملة أن المجتمع المغربي ككل فهذه الأزمة الصحية أبان أبان إلى بنا جمان ما قد أسميه طبعا تنسميه بفرنسية أبان على واحد الإمكانات كبيرة أنه يتصدى بشكل من الأشكال لا تصبر ولا كذا ولا هذا ولا امتتال أعتقد كان مهم ولكن على مستوى كمفكرين كمتقافين غذلك أعتقد أنه مثل هذه الأزمات هي فرصة لنا لإعادة النظر فاحد العدد ديال الأمور وبصراحة حتى أجيب على التساؤل كان الإرهاصات ديال المشروع ديال المتقا بدأت قد أقول مع بداية الأزمة الصحية نعم وكانت نقاشات بالطبع لمستوى محلي على مستوى وطني على مستوى إفريقي على مستوى عالمي هل ممكن من نقاش عميق طول هذه القضايا تأتي بعد الأزمة الصحية ما نعيشه اليوم ما نعيشه اليوم وما يعيشه العالم من أزمة أمنية قد أقول وهي في حق أن عكاس الأزمة الصحية أيضا من أزمة أمنية ما تعيشه أوروبا اليوم يعيدنا إلى بالطبع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهذه التساؤلات عميقة جدا تتفرض علينا اليوم بكل مسؤولية أقول بكل مسؤولية أنه واحد العدد ديال المتاهات قد أقول لا في تدبيرنا العدد ديال القضايا ولا في تفكيرنا واحد العدد ديالأمور أعتقد أنه آن أوان أننا نخذ هذه الأمور بواحدة جدية كبيرة لأننا أعتقد في واحد المنعاطف تاريخي حطير ومن يفكر في أبنائه وفي الأجيال المقبلة أعتقد أنه عندهم مسؤولية كبيرة اليوم لتناول هذه الأمور وهذه القضايا بواحد الشكل عاميق وهذا هو وهذا هو اللي تتمنع من خلال هذا المنطقة الإفريقي العربي حول ابتكار والاستثمار في مجالة الصحة والبيئة ما نتمنى أن ننطرحه قد أقول لا نريد ملتقى تقني لربما مدينة مراكش لربما تنظم مئات الملتقيات للعلمية والطبية التقنية في كل مجال تخصص إلى غدالي هذا الملتقى يروم أنه يكون أساسا ملتقى فكري حول هذا القضايا نقاش عميق وليس نقاشا تقنيا نعم ولربما النقاشات العميقة الفكرية مع الأسف تنقصنا بشكل عام نعم خصوص أنه الحمد لله اليوم أو لمجال حديث ومجال كله هاتف لكله الإمكانية أن يتكلم أن يتحدد أن يعطي رأيها ولكن أعتقد أن مسؤولية للمفكرين ولا متقافين ولا أستيدة لغا ذلك لهم أعتقد مسؤولية كبيرة لليوم لتفكير في هذه القضايا العميقة وفي آفقها تأسيسا على ما قلتم أستاذ شلي هناك مقربتان ربما تصبان في نفس الهدف الذي ترمونا أن يحرك مجموعة من القضايا ذات صلة خصوصا ما يتعلق بالصحة والبيئة بالنسبة للصحة هناك أسئلة لديها تقاطعات كبيرة جدا مع تاريخ بروز مجموعة من القضايا مرتبطة بالشأن الصحي وأيضا بالأمن الصحي ديال البشرية نتحدث الآن عن هذا الأمن الصحي في ظروف اليقاسية جدا مع بداية تشكل مفاهيم جديدة حول الوبائية والإشكالات الجائحة وأيضا التقنيات لرصد هذه الجوائح تلا تكون مثارة هدم للجوانب الكبيرة التي يعيشها الإنسان في خضم هذا الصراع ثم أيضا هناك إشكالية ديالبيئة مقربة ديالها يعني واسعة جدا انتبطت بقضايا وأسئلة راهنية بحل الغازات بحل إشكال ديال المناخ الظروف القاسية التي تعيشها بجموعة من المناطق بحكم أنه تتعرض لإشكالات بيئية خطيرة من الحجم الكبير لماذا هذه المقربة يعني تلحو هذه المنحة ديال التوازمة بين الصحة والبيئة يعني لماذا الجمع بينهما ولماذا تطرح أسئلة راهنيتهم الآن على وجه المصوص شكرا على التسأل وهذه هدف سياق اللي قلت على أنه حسنا ندخل القضايا جوهرية ماذا ماذا إلا رجعنا إلا رجعنا الوباء كورونا نجد أنه إلا تفكرنا في الشهر الأولى ديال فبراير مارس 2020 نتكلم عن واحد الموقع في الصين إلى غير ذلك واحد السوق اللي كان من الأكيد اليوم أن كل معطيات العلمية تبتت أن صحة صحة الحيوان بشكل عام وأكيد أن الفيروس معطيات تتبت أنه ما يسمى بليشوف سوغي علي تتبت أنه كان ناقي الحقيقي بالفيروس نعم بغد نظر على كل كل الأمور التي تعطيت المؤامرات وشكين وش مختبر علي ما غاديش نخذ في الأمر هذا ولكن لأكيد اليوم وما نسميه اليوم بليزورنوز أي المواقع الجغرافية لربما ناقي الحقيقي لمجموعة من الميكروبات والفيروسات إلى غير ذلك تأتي من طرف الحيوانات بشكل عام نعم ونجد أنه خصوصا في القارة الإفريقية هذه المواقع هذه جغرافية وبيئية عندها واحد ارتباط كبير في ظهور واحد العدد دي الأوبيئة نعم هذا تابت اليوم وغادي يكون معنا واحد المجموعة دي الخبراء في هذا الاتجاه بشير بطولنا بشكل دقيق الارتباط الحقيقي ما بالإشكالات البيئية والإشكالات الصحية وظهور أو بيئة ولكن الأمر أعمق من هذا مسألة التغييرات المناخية اليوم بيغض وإحنا في التنة تقريبية راحنا درنا لكوب 26 وإحنا تنحضرون لكوب 27 هي أنه العالم أدي سنين كل سنة وهو يخوض في هذا النقاش غير ذلك أش من تقدم حرزنا بشكل عام والمغرب طبعا مراكوش حتى درنا كوب 22 وكانت مهمة لغي ذلك ولكن الإشكال الكبير اللي متروح عالمي اليوم أي تقدم حرزنا مسألة تغييرات المناخية الحقيقية اليوم اللي متروح حول الكرة الأرضية وحول الأمن البيئي في الكرة الأرضية ككل اليوم تابتة رحمة الله أننا مراكوش الحمد لله هذه ما تروك إلى مطار إلى غير ذلك ولكن غير هذه شهور عشنا شهور كبيرة للجفاف لغير ذلك اللي زيادة على الأزمة الصحية بينت لنا أنه رحنا أمام واحد مجوعة للتغيرات رحنا تنعيشها يوميا وراكم تتشوفوا حتى شكلة الأمطار التي ينزلها بغزارة كثيرة أو كده لغذلك بمعنى أنه رحنا أمام واحد الظواهر بيئية كبيرة جدا اللي لرب التوازن البيئية بشكل عام سوف تتغير وبالطبع الفاعل أساسي في هذه المسألة واضح اليوم الدور للإنسان لم صناعات ولم كده ولم إلى غذلك تلوثات إلى غذلك هو الفاعل الحقيقي في هذه الأمور وانعكاس عليه بالطبع هو انعكاس دي الأوبئة وهذا ما غدش توقف ما إلى ما زنى عليه وما نعيش بكل أزم اليوم زنى عليه الأزمات الأمنية الكبرى عالميا احنا أمام اليوم التساؤلات هل ربما النووي سوف يظهر أو كذا وكذا لغذلك بمعنى أنه العلاقة اللي بنا نقول ديالكتكية ما بين ما هو بيئي وما هو صحي واضح واضح ولكن صنف في إطار في إطار الملتقي إن شاء الله سوف أنه غدي من خلال الحمد لله وحد وجوه كبيرة جدا ولها مواقع لا أكاديمية ولا على مستوى تبير واحد العدد ديال القطاعات في مجال البيئة ولا الصحي لغذلك لا ربما قصنا نخذه هذه الأمور وهذه التساؤلات العميقة جدا على المستوى الإفريقي العربي وقد نقول لماذا حقه هذا كان اختيار ولم يكن اختيارا سهلا توجهنا وارتبطنا بالجدوع الإفريقية هذا واضح بالطبع والمغرب اليوم وأعتقد بخلال الحمد لله السياسة الحكيمة التي كان اليوم أنه اتجاهنا الجنوب واتجاهنا المواقع حقيقية الجنوبية لإفريقيا وعمقنا الإفريقي هذا مستوى استراتيجية وواضحة ولا ربما دور المغرب على مستوى موارد البشرية ولا مجموعة الحمد لله هذه الإمكانات التي تطفر على المغرب هذا واضح الاقتصادين والاجتماعيين والتقنيين والعلميين والأعتقد أنه موقع مهم جدا هذا الأفوق لماذا ربط هذه التساؤلات أيضا بموقعنا العرب والمغارب أعتقد أنه إلا شفت هذا على مستوى مثلا التوجهات دينا في الجامعة المغربية ككل اتجاه دينا يصب دائما نحو الشمال وأساس ارتبطنا بفرنسا وأوروبا لغا ذلك نظرا لأننا تكون ناتما وعندنا واحد عدد العلاقات لغا ذلك لربما الأوان الأوان نظرا لأن إشكالتنا لعلى مستوى الأوطان العربية ولا القارة الإفريقية هي متشابهة جدا ونعيش لعلى مستوى اجتماعي ولا سوسيو اقتصادي ولا واحد مجموعة للأمور نفس المشاكل ونفس الضوائل نعم نعم الفارق الكبير هو أنه هناك بكل أسف أوطان عربية التي تشهد فوق هذه الأزمات أزمات أمنية خطيرة جدا نعرفها نعم وهناك بالطبع بلدان تتمتع واحد الإمكانات مادية مهمة جدا نعم وقد نقول أنها لا تستطمرها أنت علاقتها مع هذا العمق الإفريق مثلا والمغاربة أيضا لا تستطمرها بشكل جدي لغادي ما يمكن يرجع لها إلا بكل خير على الموديل المتوسط والباعد نعم فأخذينا بحق هذا المسألة وكانت صعبة كان هذا العمق وكانت تسأل حتى على مستوى الإجنال العلمية كان نقاش عميق بينتنا كيف نربط بهذا المسألة أعتقد أنه من واجبنا أننا نستطع لربما بعد النبات كيف نقول نغير اللوجينسيال شوية نعم حتى أنه أولا كان أرضية مشتركة لفهد الإشكالات كلها للبيئية للصحية للأمنية هناك مشترك قومي هناك مشترك لغوي هناك مشتركة دينية هناك مشترك مشترك كبير جدا وأساسا المشترك في مشاكلنا وإشكالتنا وإشكالتنا على كيلة على مدى البعد المتوسط والبعيد واخدينا في حق هذه المسألات بجرأة على أساس أننا نستطع نجعلهم إن شاء الله من مراكش سنويا لأننا عندنا أفوق أنه إن شاء الله هذا الملتقى يكون موعد سنوي لتفكير الجالي والعميق في حول هذه القضايا طيب على مستوى البرديجمات الآن هي آليات من أجل يعني تفعيل ربما واحدة مجموعة من الأفكار التي ستسوقها أو يسوقها المنتدى خلال الضورة الأولى هل هذه التنائيات الكبيرة التي ستعملون على إثرائها من زوايا متعددة في الابتكار وأيضا حتى في الاستثمار هل ستكون مقوما أساسيا للتجهور حول فكرة الربط التنمية بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والصحية وما هي الأفكار التي يمكن باعتقادكم طبعا أن ترمي إلى تأسيس فورة قادرة على إعادة نبض الحياة بالنسبة للإشكالات الكبرى في الاثنمية لأنها كانت تقاطعات كبيرة لمطروحة والدول العربية ربما يعني بالدرجات ديالة متفاوتة في طرح جموعة من الإشكالات وأيضا إعادة طبعيها بالزخم الجديد بعد التطورات الحالية في ميدا الرقمان في ميدا الآليات المعروفة الآن يعني الأبعاد ديالة الكبرى التكنولوجية والتي تبتاكر أشكالا جديدا للتفاعل في الاقتصاديات الكبرى يعني ما بقاش إنسان يمشي حتى الغانا باش يمكن مثلا يعمل مشروع كين هناك تقنية جديدة يعني بدت وكأنها تشق طريقها من أجل تقعيد هذه الجوهرة التي تحددت عنها ما هي هذه الإمكانات التي يمكن أن تطرح نعم هذه نحاول نسوق مثال نعم حتى أجيب على هذا التساؤل هذه نقطة مسألة الأمن الطاقي نعم نعم بغض النظر على الدول التي تتوفر على مسألة الطاقة القديمة ديالبترول والغاز إلى غير ذلك أصبحت المسألة الأمن الطاقي وانت تتشوف ما نعيش اليوم في العالم إشكالية كبيرة نعم المسألة ماذا تحتاج اليوم تحتاج كي قلت سي غير المن إلى جهر الإشكال اليوم هو على مستوى الابتكار التقني نعم ما هي البداء الحقيقية اليوم في مسألة الأمن الطاقي ونجد أن جريبة المغرب مهمة جدا وخصوص مباشرة بعد كوب 22 لعشتا مراكش وتنشوف أن السياسة اللي كان اليوم والمجهودة الحتيتة وبصرح الجد مشجعة ومشرفة اللي كان في المغرب اليوم هي مهمة جدا على مستوى التقشمسية والبداء الطاقية لغير ذلك بمعنى أن كل مختبرات جامعات الخواص مؤسسات العمومية اليوم في هذا المجال البداء الطاقية وإشكالة الأمن الطاقي اليوم وتروح بحدة وتبين كل ما نعيشه اليوم اليوم سنشوف ما نعيشه اليوم من عكاسة الحرب بين روسيا وكرا ذلك هل مسألة الأمن الطاقي بمعنى أنه ما بقاش عندنا خيار أن ننتجه لوحد سياسة حقيقية تقنية علمية دي الابتكار في هذا المجال هذا حتى نستطيع أن نحافظ على واحد الأمن الطاقي اللي هو أساس نحن نشوف غلاء الأسعار في البترول في الغاز إلى غير ذلك إشكالة الأمنية مع الجار إلى غير ذلك أنبوب الغاز بمعنى أنه هذا السياسة اللي بصراحة الحمد لله المغرب كان سباق بكل صراحة لربما خلاله هذه القاعدة المهمة جدا ما تعيشه مناطق ودازات إلى غير ذلك هذه المسألة الطاقة الشمسية مهمة جدا معناها الابتكار فيها ونزيده بفصل المختبرات والجامعات المغربية والإفريقية والعربية وإلى غير ذلك أن ناخده مثلا هذا المجال هذا بشكل استراتيجي وهذا مثال استراتيجي بالفعل حول مسألة الأمن الطاقي نعم مثال آخر إلا قبطنا مسألة الأمن المائي نعم نعم إحنا أمام شهور الجفاف إلى غير ذلك وحد إلا قبطنا الموارد المائية بشكل عام لا في إفريقيا ولا في الأوطار العربية تشهد هناك أزمات مائية حقيقية نعم وأصبحت إشكالة الماء قاعدة صراعات صح إقليمية ودولية ودولية كبيرة جدا صح بمعنى أيضا على مستوى علمي تقني إلى غير ذلك مسألة الامتكار في كيفية أنه مثلا تحلية مياه البحار مسألة الحفاظ على مخزو المائي المياه العادمة إلى غير ذلك هذه كلها هي إشكالات ليجب أنه الجامعة المغربية والجامعة الإفريقية والعربية بتعاونها إلى غير ذلك أن نتنوله مثل هذه القضايا بشكل كبير وستراتيجي وجدي ويكون واحد النوع دي الاستثمار حقيقي في هذا وبكل صراحة وأنا طبع أعرف يوميا نظرا للشبكات الحمد لله اللي كينا دي التعاون مع وحد العدد دي الأصدقاء هناك طاقات من موارد بشرية هائلة على مستوى الإفريقي والعرب نعم نعم مع كل أسف نتجي كي قلت لك دي ما إلى الشمال إلى ماذا أشكين في فرنسا أشكين في ألمانيا أشكين في أمريكا أشكين أعتقد أنه هاد من اللي تنا هترعفك على عمق هاد التساؤلات مسألة خصنا نرجع الوحد نعدي التقى بالنفس نعم وأعتقد عندنا عندنا وتنشوفنا يوميا في عدد المدارس دينا محلية مثلا في مراكش إلى قبط المعاهد دينا أكتشف يوميا هناك وحد طاقة دي الشباب هائلة جدا في عدد دي القضايا ما يجيب طبع وهنا تنربط وتنشكرك على هاد التساؤل ما بين بالطبع هاد اختيار دينا هاد القضايا الاستراتيجية الحقيقية لغا تضمن البقاء دينا رمز أولينا أمام إشكالية البقاء واش غادي نبقاوه في هاد العالم ولا ما غادي نبقاوه بمعنى أنه هاد القضايا الاستراتيجية أساسية استثمار استثمار فيها واستثمار في الجامعات واستثمار في الحقول العلمية والتقنية وهذا ما بقاش فيه خيار وبالطبع حين تحدث عن الاستثمار لا أتكلم عن عند دائما حكومة أو دولة أو كده مؤسسات عمومية أعتقد أنه اليوم مؤسسات الخصوصية أيضا لها واحد المسؤولية كبيرة جدا لأنه هذا النوع التبعية دائما نستوريد التقنية ونبيعها محلية طيب أستاذ خالد قبل ما نهي وكينا فقط واحد المجموعة من المتدخلين التي سيشاركه في إثراء وإغناء النقاش داخل المنتدى المقبل وخصوصا أولي تأتماما كبيرا بالمؤسسة الخاصة لأنها تدفع في اتجاه إيجاد ميكانيزمات جديدة لتوتيق هذه اللحظة المؤسسة الحكومية جزء لا يتجزأ من العملية تفعيل القوانين والمشاريع وأيضا تأطيرها ولكن أيضا مؤسسة الخاصة لها أيضا مقومات تمتاز بوجود عناصر قوة فائلة منها الكفاءات التي تختصر مسافات كبيرة جدا نقضي على سبيل مثل الحصر وإن كانت هذه ليست مؤسسة خاصة ولكن فيها جزء كبير من تعليم الجامعي الخاص والعلمي الخاص المؤسسة دين محمد السديس بن جريل تتطلع بمهام علمية كبيرة في مجال الأبحاث العلمية في مجال الاختيارات والابتكارات في مجال التنسيق في الكثير من التقطعات في مجال المعلوميات والرقمان والتكنولوجيات العالية هناك يعني حضور كبير حسب الوثيقة دي المنتدى للجامعة المغربية يعني هذا الحضور هل سيكون يعني بالنسبة لكم طفرة لتوسيع هذه الخبرات والتعاقد مع التجارب ذات الصلاة مع الجامعات الأخرى الأفريقية والعربية ما العلم أن هناك باحثون في الصحة والبيئة لهم أبحث مرموقة وصلت إلى العالمية بفضل مجموعة من الأفكار التي طريحت الجامعة المغربية موقعها في المنتدى وكيف ستراينون في نقاش كم العالية على المحاور الكبرى العلمية التي ستتعاقد معها فهذا الاتجاه بغيت نخبركم أنه أسسنا مسألة مؤخرة على مستوى جامعة القضاعيات وهذا مهم جدا وهي من فضاء الأزمة أسسنا لما سمينا بالمرصد الأكاديمي للصحة بجامعة القضاعيات ماذا يعني هذا المرصد حين نتناول القضايا الصحية لا نتكلم عن طب طب لا نتكلم عن طب على مستوى التقني نتكلم عن الصحة كإشكال اجتماعي حقيقي مسألة اللي أصبحت عميقة وصعيبة المرصد الأكاديمي للصحة نولنا على أساس أنه جامعة القضايا كأول جامعة مغربية لطاقات كبيرة إلى غير ذلك من أستدام العلماء تبارك الله إلى هذا كيف من الممكن جامعة مثل هذه أن تتناول قضايا الصحة بشكلها على مستوى مثلا جهة مراكوش أسافي قلنا أنه الصحة هي إشكال جامعة الصحة تناول تساؤلات الصحة ما مرتبطش بكلية طب وصيدلة فقط مرتبط مرتبط بكلية أدب إلى جناك كل أبحاث السوسيولوجية والأتربولوجية لغا ذلك يجب على كل أساتداء والمتقافين والعلامة من المرتبط هذا خصوم يدخلون إلى قضايا المرتبطة اليوم باقتصاديات الصحة الإيكونامية 3 سنتي وكل إشكالات المرتبطة بقوانين الصحة لغا ذلك يجب على كليات حقوق وكذا تدخل إلى غا ذلك ذكرتي مسألة الرقمان لغا ذلك ما نجده اليوم كل المدارس عليا دي المعلوميات لغا ذلك والطفرة الكبيرة دي الرقمان لغا ذلك يجب على هذا المعاعد بمعنى أنه هذا المرصد الأكاديمي هو واحد المرصد الذي سيحاول يجمع كل هذه المؤهلات البشرية التي تحدث منها جامعة القضايا فتحتها افتجاه طرح قضايا الصحة واجعلنا من جهة مراكوش أسفي هي واحد مختبر جهوي لتناول هذه القضايا على أساس أننا نعطيه استطلاعات ونعطيه هذه الأمور على مستوى الوطني غا ذلك ولكن في نفس سياقوة نشكرك على السؤال جهة مراكوش أسفي لها ثلاثة الجامعات لا يوجد بحقها جامعات القضايا هناك جامعات محمد السعديس من قرير لغذلك لليوم تبارك الله جامعة التي تطفر على عدد المؤهلات هامة جدا وما بين هذا المشروع الكبير ديال داتا سنتر الكبير اللي مهم جدا اللي غادي يحاول يجمع واحد لعدد ديال المؤطيات وهذا مسألة خيار استراتيجي عند الجامعة وذلك وهناك طبع الجامعة الخاصة ديال اللي يبعمل وذلك اللي السادت هي كلية الطيب خاصة فرأينا في المرصد تنقول من مسؤوليتنا اليوم أنه ثلاث جامعات على مستوى جهة كبرى كجيات مراكش أسفى يجب أن كل هذه المؤهلات للبشرية والتقنية ولا ولا وذلك ولا المادية هذا قصة جمع لتناول واحد العدد ديال المجالات استراتيجية اليوم أولا للجهة بارتباطها مع التوجهات لغاديش كلها المتقبين ديالجهة نجلس جهة إلى غذلك بمعنى أن ما نتحدث على جاوية متقدمة إلى غذلك خاصة ربما مسؤولية الثلاث جامعات بهذا الاتجاه يكون واحد المقويم يعضد في حقه كل التوجهات لغاديش كلها المتخبين غذلك ليقوموا بدراسات ليقوموا بعدها فالمرصد اليوم الحمد لله هذه تقريبا واحد سنة ونصف غادي في هذه الاتجاه ولكن بسرعة حطينا حطينا توجهات للمرصد وفقها بالطبع الوطني وفقها الإفريقي العربي والدولي لا يمكن وبخصوص أنه جاءت مراكش أسفية بوابة حقيقية إذن قلنا بسرعة على هذا المرصد أنه يشوف في عمقه الإفريقي في عمقه العربي أيضا ومن هنا جاءت هذه الالتقائية في هذا المشروع فأعتقد أنه هذا المرصد إن شاء الله وبصراحة كانت فكرة مهمة مرة خورة بفضاء الأزمة وتنتمنوا أنه مثل هذه المؤسسات التي ستحاول تعطي نمط جديد في تدبير الجامعة المغربية لأنه لحد الآن جميعاتنا المغربية هي مؤسسات كل وحدة على حدة بجدرانها بكاذا إلى ذلك أعتقد أنه نقص ننكسر هذا الجدران صحيح ننكسر شكرا بروفيسور خالد شلي رئيس المنتدى العربي الأفريقي الأول للمتكار والاستمار في مجالة البيئة والصحة شكرا على هذا التوضيح كانت فقط عفك بتأشير إلى بعض شخصيات الهامة جدا ومنواجبنا أننا نذكرها وش نبين علاش الاستضافة لهاد الشخصيات فمثلا على سبيل المثال بروفيسور محمد محمد لامين من الإمارات العربية المتحدة جائزة نوبل 2005 مفكر مهم جدا عربي مهم جدا واشتغل في العمق الأفريقي بشكل كبير وهذا السيد هذا سيحضر في المحاضرة الأولى التي تناول لماذا فعل هذا الالتقاء بالعمق الأفريقي والعربي هذا مثال مثال الثاني وهذا عفق مهم جدا أننا نشر له ميشيل سيديبي وكان هو وزير الصحة في معلي سابقا واشتغل لعشرة سنين على مستوى الأمم المتحدة في برامج السيدة وغير ذلك هو اليوم المدير تنفيذي لما يسمى بالأجنس أفريكان دو ميديكامون الوكالة الأفريقية للدواء علاش هاد وسمح لي غير مانا أنني نشر لهذا القضايا لأنه هام جدا بالنسبة لبلادنا هاد الوكالة اللي حديثت مؤخرا نعم وصدق عليها المغرب في إيتيوبيا في الونيون الأفريكان صدق عليها المغرب لماذا لأنه لاحظنا أنه في خلال أزمة صحية وحد العدد دي البولدان الأفريقية اللي تتجلب مئة في المئة من الدواء نعم تتور نعم أعطيك واحد لأدو مثل قبطنا الكاميرون تتستورد تقريبا مئة في المئة دي الدواء ديها نعم بين عاشية وضحاها مع الأزمة الصحية أقفوا 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 تغيير السيستيم دياله ما بقاش ما بقاش النظام الصحي الكاميروني مثلا واحد لقيته وقف ما بقاش هذا كانت الرؤية أنه تخلق هذا الوكالة الإفريقية على أساس أنه تجمع الإمكانات كيفاش نضمو مسألة لأن ولاش تريد أن نشير هذه المسألة المغرب نتمنى ذلك ونحن سوف نساين في هذه الملتقلة هذه المسألة نتمنى أن إن شاء الله المركز دياله الوكالة يكون في المغرب نعم ممتاز يكون في المغرب وهذا خيار استراتيجي خيار استراتيجي أولا لأنه تابع الوكالة تابع النيو أفريكان وموقع المغرب ثانيا لأنه الحمد لله راكم صاحب جلال أعطى انطلاق للمشروع كبير في بن سليمان ديال ديال بلاتفورم دو بيوت تكنولوجي الهامة جدا لغادي تكون بمعنى المغرب يخصوا يلعب واحد دول صيناعي كبير جدا استراتيجي في مسألة الدواء نعم في مسألة الأمن الدوائي نعم كل ما يتعلقه كل ما يتعلق بالصناعة الدوائية نتمنى أنه في هذا الاتجاه وذاكشي علاش تنحولو نجلبو هاد الناس هادو هناك مثلا الصديق والاخ الدكتور محمد نظهيرو محمد ليه والوزير السابق لموريطانيا نعم مثلا هاد السيد هادا أول مرة إن شاء الله سيجينا المرة كش لغا ذلك وأعتقد علاقتنا الجنوبية مغرب موريطانيا لغا ذلك لأنه الممر الحقيقي لحوم قناة الإفريقي أعتقد أنه بالطبع عندنا مسؤولية علمية وتقنية ولكن عندنا أيضا مسؤولية أنه هذه العلاقات الأخوية مع بلدان مغرب وموريطانيا كأن دائما فكل هي حاولنا أننا نتناول قضايا استراتيجية ولكن خلال هاد الشخصيات الهامة جدا الهامة جدا سنحاول أننا نوطد نحن العلاقات قوية نعم واختتم مسأل عفك اللي جوهرية بالنسبة لي مراكش عاشت خلال أزمة صحية بالطبع أزمة صوتي اقتصادية ما ساعلاش نعم ما ساعلاش والتبعات ديلها هي تنعيش وها وباقية تنعتبر أنه منواجب كل المفكرين كل المتقفين كل منواجبهم تنظيم ملتقيات من هذا النوع إلى ذلك في مدينتهم في مراكش إلى غير ذلك هامة جدا لإعادة إحياء الحياة العامة هذا وبارتباط مع اختيارتنا سياحية قد أقول لها مبجد في اقتصاد هذه المدينة لربما الأمر أيضا تحتم علينا نغيره شوية حتى اختيارتنا سياحية في اتجاهات أخرى صحيح أعتقد أنه السياحة العلمية نعم تقافية نعم الفكرية استراتيجية بالنسبة للمراكش صحيح أعتقد أن السياحة الطبية نعم بكل ما تتوفر عليها مراكش من مؤهلة اليوم تبارك الله جوة الكلية ديال الطيب مركز التشفائي جامعي عام مركز التشفائي جامعي خاص جمعة ديال المؤسسات طبية هامة جدا ما يفوق على وحدة 500 بيدي الموارد تبارك الله أساتي دا هامين إلى غدالك أعتقد أن مراكش لها مؤهلات كبيرة جدا أن تلعب على مستوى الإفريقي والعربي واحد القاعدة هامة جدا للسياحة الطبية نعم نعم شكرا لك بروفيسور خالد شلي ونتمنى على أنه نكون حاضرين كلنا مش فقط غير كشبخيس الإعلام كله طبعا من أجلي نقلي الأطوار ديال المنتدى الكبير الذي ستضمه من ركش من جديد أقوله 23 27 25 25 25 26 هذا كان فقط 26 27 28 28 28 28 28 20 خصصنا خصصنا وعند نقطة نقطة أهمة جدا أيضا في البرنامج خصصنا يوم تكويني من كل إخوان ديالنا اللي طلبوا مننا وحد عدد ديال تكوينات إخوان ديالنا الأفارقة اللي تبارك الله الأساتذة في كل الطب غادي شرفوا على تكوينات خاصة لفائدة الإخوان ديال أهدا معيدون إن شاء الله قريبا في مدينة مراكش شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيداتي أنيساتي سادتي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم لقاء خاص على كيش بخيس هذه تحياتي وتحية زميل المخرج محمد أمين بداوي إلى اللقاء اشتركوا في القناة